السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا انا محبك لكم في التمرين الثاني من سلسلة التمرين دراسة الدول. التمرين يقول لنعتبير الدلاف المعرفة. كالتالي فلي اكس تساوي جوج اكس كاري على اكس كاري ناقص واحد. سؤال الاول حدد اف حيث تعريف الدلاف. السؤال الثاني احسب الليمت دي الفلي اكس في بيوسفيني واعطي تأويل الهندسيين للنتيجة. اذا غدا بدو مجموعة التعريف. اذا داد اف. اعتبرو داد اف هو مجموعة التعريف. اذا داد اف اكس كتن سامي الار. الشرط. عندي المقام. اذا المقام كنعرفوه دائما خصو يكون كخالف السفر. اذا اكس كاري ناقص واحد تخالف السفر. اي ان اكس كاري تخالف الواحد. اي ان اكس تخالف الواحد او اكس تخالف ناقص واحد. وبالتالي اذا داد اف. اذا داد اف. كسو ان ار. الا العددين واحد. اناقص واحد. السؤال الثاني. احسب الليمت دي الفلي اكس بيوسفيني. اذا هنا. اه اه من العام الاجدريه. لا معناة دللي الجدريه هي الدللي يكون مكتوب السبب الحدودية على حدودية حدودية على حدودية هذا هو الغدرية لماذا تسلك الغدرية لأن الغدرية على نوحة القاعدة تسمح المدينة من حساب نهاية الغدرية نهاية الغدرية هي النهاية لحد الدراجة على الحد الأكبر درجة نقوم بإيكس كاري يبقى العدد إثنان إذن فلي إيكس بيو سنفيني تساوي إثنان الآن تساوي الهندازي إذن نحن نلقينا بأن فلي إيكس فلي سنفيني تساوي جوج يعني لقينا النهاية فلانفيني أعطتني عدد ولأخذنا نجدول النهاية فلانفيني تساوي عدد إذن السائف يقبل مقاربا وفقيا بجوار لانفيني إذن السائف يقبل مقاربا وفقيا معادلته معادلته تساوي بالجوار ما معنى بالجوار؟ يعني عندما تقول إيكس إلى إلى لانفيني إذن بالجوار بلس لانفيني تساوي تساوي تساوي